كما ننوه عزائي المتابعين والمزارعين إلى مسألة عفن الجذور وهي تعتبر أيضا من الأمراض الفطرية التي تنتشر في الأشجار المثمرة ولذلك ننصح المزارعين باستخدام المبيدات الفطرية ولو مرة واحدة في السنة عن طريق استخدامها للجذور لتجنب الآفة وانتشارها كما انتشرت في منطقة المحابشة ودمرت مسارع شاسعة من مزارع القات ومزارع العنب وكثير هذه الظاهرة بدأت موجودة في منطقة سعوان فننبه لاستخدام المبيدات الفطرية حول الجذر كما أننا ننصح المزارعين بطرق الجذر مرتفع بهذه الهيئة أي أن الماء لا يقترب بشكل قريب جدا من الجذر مما يسبب تعفن للجذر نفسه والأجزاء الخشبية التي تلاحظونها في هذا المكان